السلام عليكم ومرحبا بكم يا اغلى مشاهدي فيديو جديد والنهار جديد 8 يربي يلقاكم في احسن صحة وفي احسن الاحوال وكيف ما شفتو اخوتي اخواتي اخر حلقة المسلسل دارنسا بقات في ان نادية اكتشفت انها سلمان كيبيع الممنوعات ودخلت ثاني في السيرع من بعد يالله تصلحت مع الام ديالها دخلت في السيرع جديد ديال انها ما حافظتش على الامانة وما رداش البال نهائيا السلمان هنا اخوتي اخواتي تتتحقق علي الام ديالها AgressI'll see it's the same وغتقللي ا ACTUALMING انكم عارف بانه انا الام دياله وخط كلشي يعرف بانني انا الام دياله وخطنا نخرجوه من هاد الحريرة اللي هو فيها طبيعه الحال غدي تجيبه حيجا صحبتها صحبتها غدي تعرف اذاك الشي وغتقللي غير كونوهانين وهي اللي غتفك لي هاد الحريرها طبيعة الحال غتقول يوم غير كون وهانين أنا ركنت عارفة وكنت كنقلب على الحل وإن شاء الله الحل غديكون في أقرب فرصة وغنحاولوا نخرجوا سلمان من هذه المصيبة وكيفما شفت أخوتي أخواتي بالنسبة لسلمان قال ناديا بأنه ما كيحملش القرية وما كيلقاش راحتوا فيها هو باخي يخرج من هاد المصيبة ولكن خصوا شي حاجة ليشغل بها وقت الفراغ دياله وفعلا غادي يخرج سلمان من هاد المصيبة وغادي يخرجوا غادي نقول لكم كيفاش وشكل السبب اللي غادي يخرجوا من هاد طريقة قبل بعدها من اللي غادي يخرج غادي يخرجتها من المدرسة وغادي يقول لي خدام معهم في دار نسا مع ناديا وماماها قبل حال غادي نشوف سلمان غادي يمشي لدار كعب الغزال وغادي يقول لي هو خدام حتى هو هو وصاحبه وناديا وتما غادي نشوف ناديا كتتقرب لسلمان وحتى سلمان هو غادي يقرب منها وغا تقول لي عزيز عليه وغا تبقى كل مرة كتقلب هين تجي الفرصة وتقول لسلمان بأنه وولدها وبأنها كتبغي أما اللي غادي يخرج سلمان من هاد المصيبة هي باهيجة باهيجة بطبيعة الحال غادي تبقى تضغط على المختار باش يخرجوا من هاد الكاريتة اللي هو فيها في الأول ما غادي شي بغي المختار ولكن من بعد غادي تولي تهدو باهيجة غا تقول لي يا إما تخرجوا يا إما غادي مفضحك عن صاحبك وفعلا غادي يحاول أنه يبعد سلمان من هاد شي ديال الحشيش وهاكا غادي يكبر هو في عينيها وغادي تنشأ بناتهم واحد العلاقة ديال الحب اللي غادي بدأوا يخرجوا مع بعضياتهم وغا تبقى حتى هي يتولي عزيز عليها وغادي تخليها لخاطرها لكن بالغول غادي يخرج من الحبس اللي هو عتمان وغادي يفيقهم من القلبة هنا كيف ما عارفين بهيجة هي ره مرات عتمان وأول ما غا يخرج عتمان من الحبس غادي بغيها تجي عنده ما غاداش تبغي تجي عنده ولكن غا يعود تاني يهددها وغا يقول لا إلا ما يجيتيش غادي نشوف هكا عند البوليس وغا تشوف تتعياء وغا ترجع عنده للدار وقد ما باهيجش هاد ضد ضد مع عتمان وما بغاش تردخليه لك كزوجة أو حتى أنها تخدم معه هاد شي غادي تدخل بواحد صراح كبير بينه وبين عتمان وغادي يولي يعدبها ويضربها ويمارس عليها العنف أمام بالنسبة للأمينة فأمينة ما كتجي فين تصد مصيبة تا كتخرج لها مصيبة وما غا تجي فين تفك مصيبة سلمان وتقعد الأمور ودول الله على راحة وارتاحيت تا غادي يخرج لها سلمان سليمان يجي من اسبانيا وأيضا غا يخرج عتمان اللي غادي يولي يهددهم وغا يولو خايفين تاني على السر اللي غايتفضح ليهم وبالنسبة للسر ديال سلمان فأراها غادي سليماني من اللي غادي يجي هو اللي غايفضح أمينة وناديا وغادي يقول الأخ ديالو حمزة بأن سلمان ماشي خوهم وبأنه ولد ناديا هنه غادي يزيد حمزة يكره الأم ديالو لأنها مخبية بحل هاد الحقيقة وهاد الحقيقة ما خصاش تخبة ولكن في الأصل ما عارفش الحقيقة ولد من سليمان الوحيد اللي عارف هو بطرس لأن بطرس في هذا الوقت كان كبير وكان عارف كل شي ولكن ما كيقدرش يهضر لأن الأب ديالو عزيز كان حتى هوك يضربوك يعنفوك يقولي يلقل شي شي حاجة غادي ينسلخك غادي نشوفه في الحلقات القادمة غادي يكون واحد تنافس قوي بين فؤاد لأن فؤاد غادي يقولي يطلاقه مع ناديا وناديا حسي غادي يطلق معه وتخرج معه وغادي يرجع لحب بيناتهم لكن غادي يجي يدخل على الخط زوج ناديا من اسبانيا أخوان وحتى هو لأن كيف ما كتعرفو ناديا يعني ما كتكرهش أخوان ولكن ما تتبغيش كتبقى راجلها وهو اللي دار لي هالوراق وعاونها في اسبانيا باش يعني عاشت حياتها بخير وعلى خير وتارجعت لبلادها أما بالنسبة لزير النساء حمزة فحمزة يبقى من بنت البنت ولكن غادي نشوفوا أن علاقته مع كنزة غادي تطور وغادي يقولي يخرج معها وغادي يقولي يبغيها واش بالصح أولى غير كيف يبدي مع عينه زيغة والبنت اللي شافها بغيها هاتش كله خوتي اخوتي في الأحداث الحلقات القادمة غادي تتعرفو كتر وكتر خاصة أن بنت لكم يصير غادي تعيق به وغادي تشوفو مع كنزة وغادي تشري لي صداع مع بابا باباها عفوا وغا تندمو على النهار اللي تعرف عليها وغا تكتاشف الحقيقة دياله ما غا تدوزهاش لي بالسهل لأنه سبقوا حضروها البنات لكن هو كتب عليها وقال لي هارا كانت عندي معهم علاقات في حين من اللي غا تكتاشف الحقيقة دياله وغا تشوفو غا يولي يخرج مع كنزة غادي تبغي تنتاقم منه حمزة غادي يبانى الوجه الثاني دياله يعني احتهو وغا يدخلفو حتى الصراع قوي بينه بالأم دياله وبين نادية المسلسل شيق والأحداث دياله ما زال شيقة وقوية ودرامية مبكية ومحزينة وفي نهاية الأولى نقدر نقوله في الحلقات الأخيرة غا تكتاشفوا أن أخوتي أخواتي بأن السر المدفون اللي هو عزيز في الصندوق راما هو إلا حجر في الصندوق وما كان لا عزيز لا ميت لاتشي حاجة وأن عزيز باقي حي وفقط متنكر بشخصية سليمان خوه اللي غادي يجي من أوروبا بطبيعة الحال وأيضا غادي نكتاشفوا العلاقة اللي كتجمع بين عتبان وبين سلمان واشن هي العلاقة اللي كتجمعهم وعلاش عتبان بغي نتاقم من عائلة عزيز اشن هو لبنان اللي بيناتهم ان شاء الله ترقبوا هاتشي كامل في الأحداث الحلقات القادمة لمسلسل دارنسا